لازم نعرف يا سادة ان الخير ده سر من اسرار الله سبحانه وتعالى اللي وجعله في الدنيا على فكرة الدنيا كانت ممكن ما تبقى من غير خير ربنا خلى الخير ليه خلى الخير عشان يبقى محرك لنا في الحياة محرك ليه محرك عشان احب ربنا اه ممكن ممكن ما يظهرش مني حب ربنا سبحانه وتعالى يبقى حب الله يبقى الحب الخير دوت محرك لحب الله الامر التاني محرك لحب الحياة الامر التالي محرك لحب القيم يعني ايه حب القيم ان انا لما عامل الخير هلاقي نفسي ايه بحب الانسانية بحب الراحة وعشان كده كلمة خير نفسها فيها ثلاث معاني فيها معنى الخلاص اللي في حرف الخ وفيه معنى اليسر اللي في حرف الايه وفيه الرحمة وكأني الخير بيقول ايه خلي خلاصك بيسر تصل الى رحمة الله لما تعمل الخير عشان يبقى ده خلاص من هوى نفسك ومن شح نفسك وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طيب واذا انفقت مما احب ايه اللي حصل خلصت انما نطعمكم لوجه الله اه يبقى انا كده تخلصت من هذا وإيه اللي حاصل فيتحول حاجة مهمة جدا جدا نفهم سر عجيب في الحياة وارجوا اللي انتوا تركزوا معايا فيه السري بيقول ايه ان حب الخير جزء من هوية الانسان المتزن يعني لو حد مش متزن افضل طريقة لاسترداد الاتزانة هو فعل الخير وياما كتير منكم شافوا كده لما بيلاقي نفسه مهتز كده ومش واسق من نفسه وحاسس ان الحياة بتفلت بين ايديه يروح يعمل الخير بس الخير اللي فيه التلات معايير اللي احنا قلناه خير الخير المخلص اللي هو خير الخلاص اللي يخلصك من التعلق بالدنيا وتحس ان الدنيا بترجع مرة تانية الى مكانتها فتتخلص من الكآبة وتتخلص من كل شيء يحسسك بالعجز خير يخلصك من خلاص لان تنالو البر حتى تنفقه مما تحبون ويخلصك اما حاجة الخير دوت الخير دوت عشان يبقى خير حقيقي يخلصك من ايه يخلصك من المنة على الناس او الاغترار او التكبر عليهم يبقى اول حاجة الخير كمان خير اليسر الخير الميسر اللي بيكون في يسر على الخلق فيحصل يسر يبقى انت تتخلص بيسر لتصل الى الرحمة فيبقى الخير الرحيم اللي بيرحم الناس من الشدائد لان لو ما كانش رحيم هيبقى الخير دوت عبارة عن ايه عبارة عن شيء بتتخلص منه من زوائد حياتك او شيء بتعمله عشان تسكت ضميرك عارفين احلى حاجة في الخير ان انت لما يبقى عندك حب للخير ده بيقودك الى خير الحب يعني ايه خير الحب انك تحس ان الحب منتج مش حب الكلام ده حب تشوف الحب بيمشي تشوف حبك للناس وهو بيمشي قدامك تشوف حبك للناس وهو بيتحرك وبيعمل حاجات لطيفة في حياة الناس وعشان كده احنا نفضل نعمل الخير لغاية ما نوصل لخير الحب ان الحب ينتج في الحياة وعشان ده يحصل لازم وانت بتعمل الخير تشعر بانك بسمات الخادم يعني ايه بسمات الخادم ان انت بتعمل الخير ده بتعمله من باب الخدمة الخدمة يعني ايه ان انت تشوف مولاك سبحانه وتعالى وانت بتعمل الخير لعيال الله عيال الله اه بتعمل خير لعباد الله انت بتعمل الخير ده تكون متأقن ان الخير ده لمولاك سبحانه وتعالى لسيدك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وانت ولن ننفق مما نحب قال لاننا ننفق ما نحب لأعظم حبيب لله سبحانه وتعالى انما نطعمكم لواجه الله اه طب ايه بقى اجمل حاجات في الخدمة دي قال له الخدم ده انا جمعت عشرين سري من اسرار الخدمة يعني لما تعمل الخير بنفسية الخدم في عشرين سر هقول لكم تلاتة منها اكتر الناس اللي بيدخلوا على السيد هو الخادم اكتر حد بيدخل على السيد هو الخادم ولذلك اكتر واحد بيدخل على مولا سبحانه وتعالى اللي بيخدم ايال الله بيخدمهم بماذا بيخدمهم بعطاء من ربنا هو رايح يخدمهم بعطاء هو لا ده بيخدمهم بعطاء ربنا وكأن ربنا بيقول له خد اعطي هذا فلان اعطي هذا لفلان خد وصل ده لفلان خادم بقى فاكتر الناس اللي بيدخلوا على سيدهم هو الخادم كمان اكتر الناس اللي بينادي عليهم السيد باسماءهم هو الخادم تعال يا عمر روح يا عمر اعمل يا عمر سو يا عمر فاكتر الناس اللي بينادي عليهم السيد باسماءهم الخادم هو الخادم طابعه كده هو الخادم شغلته كده خادم حياته كده كمان الخادم اكتر الناس اللي بيتطرعوا على الأسرار سيده يبقى هو شايف ان الخير اللي بيعمله ده قليل فيشوفه يزيد ويبارك ويفضل فيه للناس كتيرة ايه ده ده كلام ده فين فين البركة وزيك زي ما شافت حاجة حاجة شافت البركة يشوف عينه يشوف أسرار الحياة بعينه زي ما الطبيب بيشوف أسرار الحياة بعينه اللي بيشتغل في الخير وبينتقل من حب الخير إلى خير الحب بيشوف عينه أسرار مولاه سبحانه وتعالى وزيك أنا مرة فأول طراب للعلم سألت أحد مشايخي فسألته قلت له هم أهل المعرفة أفضل أعلى وأحسن ولا أهل الخدمة يعني أنا بتعلم العلم فالعلم حالة في فمي كده فحسيت أن أهل العلم فقلت له هو أهل المعرفة أحسن يعني أهل العلم ولا أهل الخدمة فقال لي كلام عجيب في أمته لما كبرت قال لي إيه أهل الخدمة عبيده الملك فمن تعدى عليه من تعدى على الملك فعليه عرفت بعد كده أن هو كان قصده لما تروح تتعلم اتعلم من باب الخدمة